بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع الدرس الثالث من مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics واللي عنوانه First and Second Law of Thermodynamics كنا قد عرضنا في الحصة الماضية تعريف Reversible Process and Irreversible Process وكنا قد أسلفنا أنه راح نتعرض اليوم في الحصة هذه إلى إيج؟ إلى تعريف Second Law of Thermodynamics والقولين حقه Kelvin-Plank Statement and Clausius Statement نبدأ بالقولة الأولى اللي هي حقه العالمين Kelvin and Plank Kelvin and Plank قالوا It's impossible for any device that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work لو شفنا الرسمة هنا يعني أنه السيستم حقتنا يستقبل QH من Reserver ولا ينتج غير الwork يعني إيش؟ يعني الQH تساوي الwork out أو الwork done فهنا القول هذه تثبت لي أنه هذا الأمر مستحيل This implies that it's impossible to build a heat engine that is a thermal efficiency of a hundred percent بالطبع زي ما شفنا الإفيسيانسي حقه the heat engine هي تساوي الwork على QH فإذا أصبح الQH كل الطاقة التي تنقل إلى work فهذا راح يصير واحد وهذا age مستحيل هذه القولة حقه من حقه Kelvin and Plank statement القولة الثانية وهي قولة Klosius قال إيش؟ It's impossible to construct a device that operates on a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from a cooler body to a hotter body يعني من المستحيل سنعتألة تنقل الحرارة من المكان البارد إلى المكان الساخن فقط وليس لها من شغل إلا هذا أو ليس لها من تبادل الطاقة إلا هذا فهذا يعتبر مستحيل فهنا عشان نقدر ننقل الحرارة من المكان البارد إلى المكان الساخن نشوف هنا يعني من المستحيل صناعة رفرجيريتر أو أيضاً بدون استعمال فلو نشوف هنا عندي تنقل حرارة أو تأخذ حرارة من المكان الساخن ثم هذه طاقة الجملية تنقلها إلى المكان حاجة الرفرجيريتر ثم يتمنق الحرارة من المكان البارد إلى المكان الساخن وهنا تصبح لأي بلاس بي فهنا زي ما قلنا هذا الأمر مستحيل فإذا قولة كليوزيوس تقول لي أنه هذا الأمر يعني تنقل الطاقة الحرارية من المكان البارد إلى المكان الساخن بدون استعمال الشغل هذه قولة كليوزيوس والقولة الأولى حاجة Kelvin and Plank Statement أو Kelvin and Plank Statement تقول لي من المستحيل أنك تصنع هيت أنجل ليس لها من شغل اللي استعمال الطاقة الحرارية لتسغيل المحرك بدون إلقاء طاقة حرارية برا السيستام فهنا علينا أن نتخيل هل من الممكن تسغيل السيارة بدون وجود عادة من السيارة أو خروج الدخان من عادة من السيارة بطبع هذا الأمر مستحيل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر